بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب شرح متن الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وأسكنه فسيح جناته اعتنى به فضيلة الشيخ أهيثم بن محمد جميل سرحان المدرس بمعهد الحرم بالمسجد النبوي سابقا والمشرف على موقع التأصيل العلمي غفر الله له ولوالديه ولمن أعانه على إخراج هذا الكتاب يقراه عليكم عمر البساطي شرح مقدمة المؤلف قال الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصل الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأذه كلمات موجزة في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام وسميتها الدروس المهمة لعامة الأمة وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يتقبلها مني إنه جواد كريم عبد العزيز بن عبد الله بن باز الشرح لماذا ندرس الدروس المهمة؟ لأنها مهمة كما سماها المؤلف رحمه الله ونصح بها العلماء ولو قال قائل نعم هي مهمة لكن لعامة الأمة وأنا طالب علم مرتبة أعلى من مرتبة عوام الأمة الجواب نسأله عما فيها فإن لم يعرفها فعامة الأمة خير منه وينبغي للطالب أن يتواضع وأن لا يتكبر على العلم والعلماء ويسير على خطى العلماء الربانيين وفي صحيح البخاري قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحن ولا مستكبر على ماذا تحتوي الدروس المهمة؟ واحد طريقة السلف الصالح مع القرآن في القراءة والحفظ والتدبر والعلماء اثنان بيان الإسلام والإيمان والإحسان والتوحيد وأقسام الشركة ثلاثة بيان الصلاة أربعة بيان الغضوء خمسة التحلي بالأخلاق المشوعة والتأدب بالآداب الإسلامية ستة التحذير من الشرك وأنواع المعاصي سبعة تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه لماذا يبدأ العلماء مؤلفاتهم بالبسملة؟ أولا اقتداء بالكتاب العزيز وبالأنبياء والرسل عليهم السلام ثانيا استئناسا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم وإن كان ضعيفا ثالثا اقتداءا بعلماء السلف رحمهم الله رابعا تيمنا وتبركا بالبداءة باسم الله تعالى الدرس الأول سورة الفاتحة وقصار السور سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه توضيح ينبغي أن يحفظ كما كان حال السلف كل يوم من عشر آيات مع قراءة شرحها من تفسير مختصر مثل تفسير ابن سعدي رحمه الله والاستعانة بالله على العمل به بأي تفسير يبدأ طالب العلم ينصح طالب العلم أن يبدأ بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له لماذا؟ واحد لنصيحة العلماء واهتمامهم به اثنان لأنه مختصر فناسب أن يقرأه المبتدئ ثلاثة لأن عبارته سهلة وواضحة لا لبس فيها أربعة لأنه يعين على العمل بالقرآن بإذن الله خمسة لأن المؤلف رحمه الله يركز على التوحيد ما هي أقسام الناس مع القرآن؟ انقسم الناس تجاه القرآن إلى طرفين ووسطة تثريط قسم يهجر القرآن ويكون بهجر القراءة وهجر الحفظ وهجر التدبر وهجر العمل وهجر التداوية وإفراط وهو قسم يقرأ ويحفظ بالأتدبر ولا عمل ووسط قسم يواضب على القراءة والحفظ ويتدبر ويستعين بالله على العمل وهذا حال السلف الصالح وأتباعهم قال تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ضئضئ هذا أي من صلبه ونسله قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لإن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد مقتطفات من تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله وأسئلة عليه تفسير سورة الفاتحة وهي سورة مكية يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى لأن لغض اسم مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء الحسنى الله هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصف به من صفات الألوهية وهي صفات الكمال الرحمن الرحيم اسمان دال لان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة ومن عداهم فله نصيب منها فعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وإمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات فيؤمنون مثلا بأنه رحمن الرحيم ذو الرحمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم فالنعم كلها أثر من أهثار رحمته وهكذا في سائل الأسماء يقال في العليم إنه عليم ذو علم يعلم كل شيء قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء الحمد لله هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل فلو الحمد الكامل بجميع الوجه رب العالمين الرب هو المربي جميع العالمين وهم من سوى الله بخلقه لهم وإعداده لهم الآلات وإدعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء فما بهم من نعمة فمنه تعالى وتربيته تعالى لخلقه نوعاً عامة وخاصة فالعامة فالعامة هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا والخاصة تربيته لأوليائه فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكملهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ رب فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة فدل قوله رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناء وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار مالك يوم الدين المالك هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهى ويثيب ويعاقب وتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات وأضاف الملك ليوم الدين وهو يوم القيامة يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق حتى أنه يستوي في ذلك اليوم المملوك والرعاية والعبيد والأحرار كلهم مذعنون لعظمته خاضعون لعزته منتظرون لمجازاته راجون ثوابه خائفون من عقابه فلذلك خصه بالذكر فإلا فهو المالك ليوم الدين وغيره من الأيام وقوله إياك نعبد وإياك نستعين أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة لأن تقديم المعمول يفيد الحصر وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه فكأنه يقول نعبدك ولا نعبد غيرك ونستعين بك ولا نستعين بغيرك وتقديم العبادة على الاستعانة من باب التقديم العام على الخاص واهتماما بتقدير حقه تعالى على حق عبادة والعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة والاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في تحصيل ذلك والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصودا بها وجه الله فبهذين الأمرين تكون عبادة وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي ثم قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم أي دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته وهو معرفة الحق والعمل به فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبادة ولهذا واجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضررته إلى ذلك وهذا الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير صراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم وغير صراط الضالين الذين تركوا الحق على جهر وضلال كالنصارى ونحوهم فهذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتوي عليه سورة من سور القرآن فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية يؤخذ من قوله رب العالمين وتوحيد الإلهية وهو إفراد الله بالعبادة يؤخذ من لفظ الله الله ومن قوله إياك نعبد وإياك نستعين وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه وقد دل على ذلك لفظ الحمد كما تقدم وتضمنت إثبات النبوة في قوله دين الصراط المستقيم لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله مالك يوم الدين وأن الجزاء يكون بالعدل لأن الدين معناه الجزاء بالعدل وتضمنت إثبات القدر وأن العبد فاعل حقيقة خلافا للقدرية والجبرية بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله اهدنا الصراط المستقيم لأنه معرفة الحق والعمل به وكل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادة واستعالة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين فالحمد لله رب العالمين تفسير آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية أعظم آيات القرآن لما احتوت عليه من معاني التوحيد والعظمة وسعة الصفات للبهر تعالى فأخبر أنه الله الذي له جميع معاني الألوهية وأنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا هو فألوهية غيره وعبادة غيره باطلة وأنه الحي الذي له جميع معاني الحياة الكاملة من السمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها من الصفات الذاتية كما أن القيوم تدخل فيه جميع صفات الأفعال لأنه القيوم الذي قام بنفسه وأستغنى عن جميع مخلوقاته وقام بجميع الموجودات فأوجدها وأبقاها وأمدها بجميع ما تحتاج إليه في وجودها وبقائها ومن كمال حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة أي لعاس ولا نوم لأن السنة والنوم إنما يعرضان للمخلوق الذي يعتريه الضعف والعجز والانحلال ولا يعرضان لذي العظمة والكبرياء والجلال وأخبر أنه مالك جميع ما في السماوات والأرض فكلهم عبيد لله مماليك لا يخرج أحد منهم عن هذا الطور إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا فهو المالك لجميع الممالك وهو الذي له صفات الملك والتصرف والسلطان والكبرياء ومن تمام ملكه أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه فكل الوجهاء وشفعاء عبيد له مماليك لا يقدمون على شفاعة حتى يأذن لهم قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض والله لا يأذن لأحد أن يشفع إلا في من ارتضى ولا يرتضي إلا توحيده واتباع رسله فمن لم يتصف بهذا فليس له في الشفاعة نصيب ثم أخبر عن علمه الواسع المحيط وأنه يعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلة التي لا نهاية لها وما خلفهم من الأمور الماضية التي لا حد لها وأنه لا تخفى عليه خافية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وأن الخلق لا يحيط أحد بشيء من علم الله ومعلوماته إلا بما شاء منها وهو ما أطلعهم عليه من الأمور الشرعية والقدرية وهو جزء يسير جدا ومحل في علوم البار ومعلوماته كما قال أعلم الخلق به وهم الرسل والملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ثم أخبر عن عظمته وجلاله وأن كرسيه وسع السماوات والأرض وأنه قد حفظهما ومن فيهما من العوالم بالأسباب والنظامات التي جعلها الله في المخلوقات ومع ذلك فلا يؤوده أن يثقله حفظهما لكمال عظمته واقتداره وسعة حكمته في أحكامه وهو العلي بذاته على جميع مخلوقاته وهو العلي بعظمة صفاته وهو العلي الذي قهر المخلوقات ودانت له الموجودات وخضعت له الصعاب وذلت له الرقاب العظيم الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء والمجد والبهاء الذي تحبه القلوب وتعظمه الأرواح ويعرف العارفون أن عظمة كل شيء وإن جلت عن الصفة فإنها مضمحلة في جانب عظمة العلي العظيم فآية احتوت على هذه المعاني التي هي أجل المعاني يحق أن تكون أعظم آيات القرآن ويحق لمن قرأها متدبرا متفاهما أن يمتلئ قلبه من اليقين والعرفان والإيمان وأن يكون محفوظا بذلك من شرور شيطان تفسير سورة إذا زلزلت وهي مدنية بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرها ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرها يخبر تعالى عما يكون يوم القيامة وأن الأرض تتزلزل وترجف وترتج حتى يسقط ما عليها من بناء ومعلم فتندك جبالها وتسوى تلالها وتكون قاعا صفصفا لا عوج فيه ولا أمتى وأخرجت الأرض أثقالها إما في بطنها من الأموات والكنوز وقال الإنسان إذا رأى ما عراها من الأمر العظيم مستعظما لذلك ما لها أي أي شيء عارض لها يومئذ تحدث الأرض أخبارها أي تشهد على العاملين بما عملوا على ظهرها من خير وشر فإن الأرض من جملة الشهود الذين يشهدون على العباد بأعمالهم ذلك بأن ربك أوحى لها أي أمرها أن تخبر بما عمل عليها فلا تعصي أمره يومئذ يصدر الناس من موقف القيامة حين يقضي الله بينهم أشتاتا أي فرقا متفاوتين ليروا أعمالهم أي ليريهم الله ما عملوا من السيئات والحسنات ويريهم جزاءه موفرا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه وهذا شامل عام للخير والشر كله لأنه إذا رأى مثقال الذرة التي أحقر الأشياء وجوزي عليها فما فوق ذلك من باب أولى وأحرى كما قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ووجدوا ما عملوا حاضرا وهذا فيه الترهيب في فعل الخير ولو قليلا والترهيب من فعل الشر ولو حقرا تفسير سورة العاديات وهي مكية بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحص إلى ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير أقسم تبارك وتعالى بالخيل لما فيها من آياته الباهرة ونعمه الظاهرة ما هو معلوم للخلق وأقسم تعالى بها في الحال التي لا يشاركها فيه غيرها من أنواع الحيوانات فقال والعاديات ضبحا أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح ووصوت نفسها في صدرها عند اشتداد عدوها فالموريات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار قدحا أي تنقدح النار من صلابة حوافرهن وقوتهن إذا عدون فالمغيرات على الأعداء صبحا وهذا أمر أغلبي أن الغارة تكون صباحا فأثرن به أي بعدوهن وغارتهن ناقعا أي غبارا فوسطن به أي براكبهن جمعا أي توسطن به جموع الأعداء الذين أغار عليهم والمقسم عليه قوله إن الإنسان لربه لكنود أي منوع للخير الذي لله عليه فطبيعة الإنسان وجبلته أن نفسه لا تسمح بما عليه من الحقوق فتؤديها كاملة موفرة بل طبيعتها الكسل والمنع لما عليها من الحقوق المالية والبدنية إلا من هداه الله وخرج عن هذا الوصف إلى وصف السماح بأداء الحقوق وإنه على ذلك لشهيد أي أن الإنسان على ما يعرف من نفسه من المنع والكند لشاهد بذلك لا يجحده ولا ينكره لأن ذلك أمر بين واضح فيحتمل أن الضمير عائد إلى الله تعالى أي إن العبد لربه لكنود والله شهيد على ذلك ففيه الوعيد والتهديد الشديد لمن هو لربه كانود بأن الله عليه لشهيد وإنه أي الإنسان لحب الخير أي المال لشديد أي كثير الحب للمال وحبه لذلك هو الذي أوجب له ترك الحقوق الواجبة عليه قدم شهوة نفسه على رضا ربه وكل هذا لأنه قاصر نظاره على هذه الدار وغفل عن الآخرة ولهذا قال حاثا له على خوف يوم الوعيد أفلا يعلم أي هل لا يعلم هذا المغتر إذا أبو أثر ما في القبور أي أخرج الله الأموات من قبورهم لحشرهم وانشورهم وحصل ما في الصدور أي ظهر وبان ما فيها وما استتر في الصدور من كماء الخير والشر فصار السر على نية والباطن ظاهرة وبان على وجوه الخلق نتيجة أعمالهم إن ربهم بهم يومئذ لخبير أي مطلع على أعمالهم الظاهرة والباطنة الخفية والجلية ومجهزيهم عليها وخاص خبرهم بذلك اليوم مع أنه خبير بهم كل وقت لأن المراد بهذا الجزاء على الأعمال الناشئ عن علم الله وطلعه تفسير سورة القارعة وهي مكية بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هيها نار حامية القارعة من أسماء يوم القيامة سميت بذلك لأنها تقرع الناس وتزعجهم بأهوالها ولهذا عظم أمرها وفخمه بقوله القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس من شدة الفزع والهول كالفراش المبثوث أي كالجراد المنتشر الذي يموج بعضه في بعض الفراش هي الحيوانات التي تكون في الليل يموج بعضها ببعض لا تدري أين توجه فإذا أوقد لها نار تهافتت إليها لضعف إدراكها فهذا حال الناس أهل العقول وأما الجبال الصم الصلاب فتكون كالعين المنفوش أي كالصوف المنفوش الذي بقي ضعيفا جدا تطير به أدنى ريح قال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ثم بعد ذلك تكون هباء منثورا فتبمحل ولا يبقى منها شيء يشاهد فحينئذ تنصب الموازين وإن قسم الناس قسمين سعداء أو أشقياء فأما من ثقلت موازينه أي رجحت حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية في جنات النعيم وأما من خفت موازينه بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته فأمه هاوية أي مأواه ومسكنه النار التي من أسمائها الهاوية تكون له بمنزلة الأم الملازمة كما قال تعالى إن عذابها كان غراما وقيل إن معنى ذلك فأم دماغه هاوية في النار أي يلقى في النار على رأسه وما أدراك ما هي وهذا تعظيم لأمرها ثم فسرها بقوله نار حامية أي شلالة الحرارة قد زادت حرارتها على حرارة نار الدنيا بسبعين ضعفا نستجير بالله منها تفسير سورة ألهاكم التكاثر وهي مكية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم يقول تعالى موبخا عباده عن اشتغالهم عما خلقوا له من عبادته وحده لا شريك له ومعرفته والإنابة إليه وتقديم محبته على كل شيء ألهاكم عن ذلك المذكور التكاثر ولم يذكر المتكاثر به ليشمل ذلك كل ما يتكاثر به المتكاثرون ويفتخر به المفتخرون من التكاثر في الأموال والأولاد والأنصار والجنود والخادم والجاء وغير ذلك مما يقصد منه مكاثرة كل واحد للآخر وليس المقصود منه وجه الله فاستمرت غفلتكم ولهوتكم وتشاؤلكم حتى زرتم المقابر فانكشف حينئذ لكم الغطاء ولكن بعدما تعذر عليكم استينافه ودل قوله حتى زرتم المقابر أن البرزخة دار المقصود منها النفوذ إلى الدار الآخرة لأن الله سماهم زائرين ولم يسمهم مقيمين فدل ذلك على البعث والجزاء على الأعمال في دار باقية غير فانية ولهذا توعدهم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين أي لو تعلمون ما أمامكم علما يصل إلى القلوب لما ألهاكم التكاثر ولبادرتم إلى الأعمال الصالحة ولكن عدم العلم الحقيقي صيركم إلى ما ترون لترون الجحيم أي لترون القيامة فلترون الجحيم التي أعدها الله للكافرين ثم لترونها عين اليقين أي رؤية بصرية كما قال تعالى وراء المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الذي تناعمتم به في دار الدنيا هل كنتم بشكره وأديتم حق الله فيه ولم تستعينوا به على معاصيه فينعمكم نعيما أعلى منه وأفضل أم اغتررتم به ولم تقوموا بشكره لن ربما استعنتم به على المعاصي فيعاقبكم على ذلك قال تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون الآية تفسير سورة والعصر وهي مكية بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أقسم تعالى بالعصر الذي هو الليل والنهار محل أفعال العباد وأعمالهم أن كل إنسان خاسر والخاسر ضد الرابح والخسار مراتب متعددة متفاوتة قد يكون خسارا مطلقا كحال من خسر الدنيا والآخرة وفاته النعيم واستحق الجحيم وقد يكون خاسرا من بعض الوجوه دون بعض ولهذا عمم الله الخسار لكل إنسان إلا من اتصف بأربع صفات الإيمان بما أمر الله بالإيمان به ولا يكون الإيمان بدون العلم فو فرع عنه لا يتم إلا به والعمل الصالح وهذا شامل لأفعال الخير كلها الظاهرة والباطنة المتعلقة بحقوق الله وحقوق عباده الواجبة والمستحبة والتواصي بالحق الذي هو الإيمان والعمل الصالح أي يوصي بعضهم بعضا بذلك ويحثه عليه ويراغبه فيه والتواصي بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة فبالأمرين الأولين يكمل العبد نفسه وبالأمرين الأخيرين يكمل غيره وبتكمل الأمور الأربعة يكون العبد قد سلم من الخسار وفاز بالربح العظيم تفسير سورة الهمزة وهي مكية بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة ويل أي وعيد ووبال وشدة عذاب لكل همزة اللمزة أي الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله فالهماز الذي يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة والفعل واللماز الذي يعيبهم بقوله ومن صفة هذا الهماز اللماز أنه لا هم له سوى جمع المال وتعديده والغبطة به وليس له رغبة في إنفاقه في طرق الخيرات وصلة الأرحام ونعو ذلك يحسب بجهله أن ماله أخلده في الدنيا فلذلك كان كده وسعيه كله في تنمية ماله الذي يظن أنه ينمي عمره ولم يدري أن البخل يقصف الأعمار ويخرب الديار وأن البر يزيد في العمر كلا لا ينبذن أي لا يطرحن في الحطمة وما أدراك من الحطمة تعظيم لها وتهويل لشأنها ثم فسرها بقوله نار الله المقدة التي وقودها الناس والحجارة التي من شدتها تطلع على الأفئدة أي تنفذ من الأجسام إلى القلوب ومع هذه الحرارة البليغة هم محبوسون فيها قد أيسوا من الخروج منها ولهذا قال إنها عليهم مؤصدة أي مغلقة في عمد من خلف الأبواب ممددة لألا يخرجوا منها كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها نعوذ بالله من ذلك ونسأله العفو والعافية تفسير سورة الفيل وهي مكية بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول أي أما رأيت من قدرة الله وعظيم شأنه ورحمته بعباده ودلة توحيده وصدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ما فعله الله بأصحاب الفيل الذين كادوا بيته الحرام وأرادوا إخرابه فتجهزوا لأجل ذلك واستصحبوا معهم الفيلة لهدمه وجاءوا بجمع لا قبل للعرب به من الحبشة واليمن فلما انتهوا إلى قرب مكة ولم يكن بالعرب مدافعة وخرج أهل مكة من مكة خوفا على أنفسهم منهم أرسل الله عليهم طيرا أبابيل أي متفرقة تحمل أحجارا محمدا من سجيل فرمتهم بها وتتبعت قاصيهم ودانيهم فخمدوا وهمدوا وصاروا كعصف مأكول وكفى الله شرهم ورد كيدهم في نحورهم وقصتهم معروفة مشورة وكانت تلك السنة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت من جملة إرهاصات دعوته وأدلة رسالته فلله الحمد والشكر تفسير سورة لإيلاف قريش وهي مكية بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم وآمنهم من خوف قال كثير من المفسرين إن الجار والمجرور متعلق بالسورة التي قبلها أي فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل لأجل قريش وأمنهم واستقامة مصالحهم وانتظام رحلتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام لأجل التجارة والمكاسم فأهلك الله من أرادهم بسوء وعظم أمر الحرم وأهله في قلوب العرب حتى احترموهم ولم يعترضوا لهم في أي سفر أرادوا ولهذا أمرهم الله بالشكر فقال فليعبدوا رب هذا البيت أي ليوحدوه ويخلصوا له العبادة الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فرغدوا الرزق والآمن من الخوف من أكبر النعم الدنيوية الموتبة لشكر الله تعالى فلك اللهم الحمد والشكر على نعمك الظاهرة والباطنة وخص الله الربوبية بالبيت لفضله وشرفه وإلا فهو رب كل شيء تفسير سورة الماعون وهي مكية بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون يقول تعالى ذاما لمن ترك حقوقه وحقوق عباده أرأيت الذي يكذب بالدين أي بالبعث والجزاء فلا يؤمن بما جاءت به الرسل فذلك الذي يدعو اليتيم أي يدفعه بعنف وشجة ولا يرحمه لقساوة قلبه ولأنه لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا ولا يحض غيره على طعام المسكين ومن باب أولى أنه بنفسه لا يطعم المسكين فويل للمصلين أي الملتزمين لإقامة الصلاة ولكنهم عن صلاتهم ساهون أي مضيعون لها تاركون لوقتها مخلون بأركانها وهذا لعدم اهتمامهم بأمر الله حيث ضيعوا الصلاة التي هي أهم الطاعات والسهو عن الصلاة هو الذي يستحق صاحبه الذم واللوم وأما السهو في الصلاة فهذا يقع من كل أحد حتى من النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا وصف الله هؤلاء بالرياء والقسوة وعدم الرحمة فقال الذين هم يراءون أي يعملون الأعمال لأجل رئاء الناس ويمنعون المعون أي يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر إعطاؤه على وجه العارية أو الهبة كالإناء والدل والفأس ونحو ذلك مما جرت العادة ببذله والسماح به فهؤلاء لشدة حرصهم يمنعون المعون فكيف بما هو أكثر منه وفي هذه السورة الحث على إطعام اليتيم والمساكين والتحضيض على ذلك ومراعاة الصلاة والمحافظة عليها وعلى الإخلاص فيها وفي سائل الأعمال والحث على فعل المعروف وباذل الأمور الخفيفة كعارية الإناء والدل والكتاب ونحو ذلك لأن الله ذم من لم يفعل ذلك والله سبحانه أعلم تفسير سورة الكوثر وهي مكية بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شارئك هو الأبتر يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومتنى عليه إنا أعطيناك الكوثر أي الخير الكثير والفضل الغزير الذي من جملته ما يعطيه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من النهر الذي يقاب له الكوثر ومن الحوض طوله شهر وعرضه شهر ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل آنيته عدد نجوم السماء في كثرتها واستنارتها من شرب منه شربة لم يضمأ بعدها أبدا ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال فصل لربك وانحر خصهاتين العبادتين بالذكر لأنهما أفضل العبادات وأجل القربات ولأن الصلاة تتضمن الخضوع في القلب والجوارح لله وتنقله في أنواع العبودية وفي النحر تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائر وإخراج للمال الذي جبلت النفوس على محبته والشحبه إن شانئك أي مبغضك وذامك ومنتقصك هو الأبتر أي المقطوع من كل خير مقطوع العمل مقطوع الذكر وأما محمد صلى الله عليه وسلم فهو الكامل حقا الذي له الكمال الممكن للمخلوق من رفع الذكر وكثرة الأنصار والأتباع صلى الله عليه وسلم تفسير سورة قل يا أيها الكافرون وهي مكية بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين أي قل للكافرين معلنا ومصرحة لا أعبد ما تعبدون أي تبرأ مما كانوا يعبدون من دون الله ظاهرا وباطنا ولا أنتم عابدون ما أعبد لعدم إخلاصكم في عبادتكم لله فعبادتكم له المقترنة بالشرك لا تسمى عبادة وكرر ذلك ليدل الأول على عدم وجود الفعل والثاني على أن ذلك قد صار وصفا لازما ولهذا ميز بين الفريقين وفاصل بين الطائفتين فقال لكم دينكم وليدين كما قال تعالى قل كل يعمل على شاكلته أنتم بريؤون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون تفسير سورة النصر وهي مدنية بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا في هذه السورة الكريمة بشارة وأمر لرسوله عند حصولها وإشارة وتنبيه على ما يترتب على ذلك فالبشارة هي البشارة بنصر الله لرسوله وفتحه مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا بحيث يكون كثير منهم من أهله وأنصاره بعد أن كانوا من أعدائه وقد وقع هذا المبشر به وأما الأمر بعد حصول النصر والفتح فأمر الله رسوله أن يشكره على ذلك ويسبح بحمده ويستغفره وأما الإشارة فإن في ذلك إشارتين إشارة أن النصر يستمر للدين ويزداد عند حصول التسبيح بحمد الله واستغفاره من رسوله فإن هذا من الشكر والله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم وقد وجد ذلك في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم في هذه الأمة لم يزل نصر الله مستمرا حتى وصل الإسلام إلى ما لم يصل إليه دين من الأديان ودخل فيه من لم يدخل في غيره حتى حدث من الأمة من مخالفة أمر الله ما حدث فابتلوا بتفرق الكلمة وتشتت الأمر فحصل ما حصل ومع هذا فلهذه الأمة وهذا الدين من رحمة الله ونطفه ما لا يخطر بالبال أو يدر في الخيال وأما الإشارة الثانية فهي الإشارة إلى أن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرب ودنى وجد ذلك أن عمره عمر فاضل أقسم الله به وقد عهد أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة والحج وغير ذلك فأمر الله لرسوله بالحمد والاستغفار في هذه الحال إشارة إلى أن أجله قد انتهى فليستعد ويتهيأ للقاء ربه ويختم عمره بأفضل ما يجده صلوات الله وسلامه عليه فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن ويقول ذلك في صلاته يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم أغفر لي تفسير سورة تبت وهي مكية بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان شديد العداوة والأذية له فلا فيه دين له ولا حمية للقرابة قبحه الله فذمه الله بهذا الذم العظيم الذي هو خزي عليه إلى يوم القيامة فقال تبت يدى أبي لهب أي خسرت يداه وشقي وتب فلم يربح ما أغنى عنه ماله الذي كان عنده فأطغاه ولا ما كسب فلم يرد عنه شيئا من عذاب الله إذا نزل به سيصلى نارا ذات لهب أي ستحيط به النار من كل جانب هو وامرأته حمالة الحطب وكانت أيضا شديدة الأذية وكانت أيضا شديدة الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم تتعاون هي وزوجها على الإثم والعدوان وتلق الشر وتسعى غاية ما تقدر عليه في أذية الرسول صلى الله عليه وسلم وتجمع على ظهرها الأوزار بمنزلة من يجمع حطبا قد عد له في عنقه حبلا من مسد أي من ليف أو أنها تحمل في النار الحطب على زوجها متقلدة في عنقها متقلدة في عنقها حبلا من مسد وعلى كل ففي هذه السورة آية باهرة من آيات الله فإن الله أنزل هذه السورة وأبو لهب وامرأته لم يهلكا وأخبر أنهما سيعذبان في النار ولابد ومن لازم ذلك أنهما دايو سليمان فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة تفسير سورة الإخلاص وهي مكية بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أي قل قولا جازما به معتقدا له عارفا بمعنى هو الله أحد أي قد حصرت فيه الأحدية فهو الأحد المنفرد بالكمال الذي له الأسماء الحسن والصفات الكاملة العليا والأفعال المقدسة الذي لا نظير له ولا مثيل الله الصمد أي المقصود في جميع الحوائج فأهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقار يسألونه حوائجهم ويرغبون إليه في مهماتهم لأنه الكامل في أوصافه العليم الذي قد كمل في علمه الحليم الذي قد كمل في حلمه الرحيم الذي كمل في رحمته الذي وسعت رحمته كل شيء وهكذا سائر أوصافه ومن كماله أنه لم يلد ولم يولد لكمال غنى ولم يكن له كفوا أحد لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى فهذه السورة مجتملة على توحيد الأسماء والصفات تفسير سورة الفلق وهي مكية بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أي قل متعودا أعوذ أي ألجأ وألوذ وأعتصم برب الفلق أي فالق الحب والنوى وفالق الإصباح من شر ما خلق وهذا يشمل جميع ما خلق الله من إنس وجن وحيوانات فيستعاذ بخالقها من الشر الذي فيها ثم خص بعدما عم فقال ومن شر غاسق إذا وقب أي من شر ما يكون في الليل حي لا يغشى الناس وتنتشط فيه كثير من الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية ومن شر النفاثات في العقد أي ومن شر السواحر التي يستعن على سحرهن بالنفث في العقد التي يعقدنها على السحر ومن شر حاسد إذا حسد والحاسد هو الذي يحب زوال النعمة عن المحسود فيسعى في زوالها بما يقدر عليه من الأسباب فاحتيج إلى الاستعاذة بالله من شره وإبطال كيده ويدخل في الحاسد العائن لأنه لا تصدر العين إلا من حاسد شرجير الطبع خبيث النفس فهذه السورة تضمنت الاستعاذة من جميع أنواع الشرور عموما وخصوصا ودلت على أن السحر له حقيقة يخشى من ضرره ويستعاذ بالله منه ومن أهله تفسير سورة الناس وهي مدنية بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدود الناس من الجنة والناس هذه السورة مجتملة على الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإلههم من الشيطان الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها الذي من فتنته وشره أنه يوسوس في صدود الناس فيحسن لهم الشر ويريهم إياه في صورة حسنة وينشط إرادتهم لفعله ويثبتهم عن الخير ويريهم إياه في صورة غير صورته وهو دائما بهذه الحال يوسوس ثم يخنص أي يتأخر عن الوسوسة إذا ذكر العبد ربه واستعان به على دفعه فينبغي له أن يستعين ويستعيد ويعتصم بربوبية الله للناس كلهم وأن الخلق كلهم داخلون تحت الربوبية والملك فكل دابة هو آخذ بناصيتها وبألوهيته التي خلقهم لأجلها فلا تتم لهم إلا بدفع شر عدوهم الذي يريد أن يقتطعهم عنها ويحول بينهم وبينها ويريد أن يجعلهم من حزبه ليكونوا من أصحاب السعير والوسوس كما يكون من الجن يكون من الإنس ولهذا قال من الجنة والناس والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ونسأله تعالى أن يتم نعمته وأن يعفو عنا ذنوبنا التي حالت بيننا وبين كثير من بركاته وخطايا وشهوات ذهبت بقلوبنا عن تدبر آياته ونرجوه ونأمل منه أن لا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ولا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متواصلين أبدا الأوقات والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر